بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمة وحمداً يكافئ مزيدة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب المطلع علينا الناظر إلينا العليم بسرنا ونجوانا العليم بخفايانا إن الله كان عليكم رقيبا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نعيش بهذا المقام العظيم مقام المراقبة خلق المراقبة بمعنى أن يعلم الإنسان تماماً موقناً أن الله سبحانه وتعالى يراه مقام الإحسان الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه المراقبة وهذه الأخلاقيات وهذه المقامات العالية لا تنطبع إلا في كيان صادق إلا في قلب قد تربى قد تأدب إلا بقلب عاش بضمير هذا الضمير وهذه النفس التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هي النفس التي تعيش بهذه المراقبة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قسم آخر فقال وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا هكذا ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسامنا وصورنا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فراقب مولاك سبحانه وتعالى ولن يتم هذا الخلق ولن يتم لديك هذا المقام العظيم إلا حين تعلم أن الله سبحانه وتعالى يرانا فعلا حقيقة صدقا وحقا وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى في القرآن فقال مولانا سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير آيات عديدة هناك في سورة آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير بل يقول مولانا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ رَبُّنَا يَرَانَا بَلْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى قَالَ الْأَئِمَّةِ وَأَخْفَى مِنَ السِّرِّ مَا هَذِهِ الْقُدْرَةِ وَمَا هَذَا الْعِلْمِ وَمَا هَذِهِ الْإِرَادَةِ فَلْنُطْعِ مَوْلَانَا سُبْحَانَ وَتَعَالَى رُبَّمَا يَخْلُ الْإِنسَانُ مَعَ نَفْسِهِ وَيَنْظُرُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَلَا يَرَى أَحْدًا فيبارز مولاه بالمعاصي والكبائر أو الصغائر أو العظائم لا يراك أحد ربك يراك ولذلك رب النبي الأمة على هذا المقام العظيم على هذا الخلق القويم على هذه الطاعة العمياء لمولانا سبحانه وتعالى في شخص أبي ذر رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الطائعين المتقين الخاشعين القانتين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة